حكايتنا النهاردة بتبدأ مع هودا هودا بنت زيها زي بنات كتير في الجيل الجديد كانت متدلعة وطلبتها اوامر في بيت عائلتها وما كان لها احلام ولا طموحات لان اي حاجة بتفكر فيها وبتحلم بيها اهلها كانوا بحقق اهلها على طول واللي سعيدها على كده انها من عائلة لها وضع اجتماعي ومادي عالي وانها كانت بنت وحيدة وملهاش اخوات حتى التعليم ما كانش حد بيدغط عليها فيه وكانت بتعدي السنة في سنتين وكله بفلوس اهلها في التعليم الخاص لحد محبة سامير زميلها في الجامعة وتقدم لها وفجأة كل الدلع اللي شافته في حياتها هيتحول لتهديد من عائلتها وكانوا معترضين عشان شايفين ان هو شخص طمعان فيها وان مستوى الاجتماعي والمادي اقل من المتوسط حتى وهي مش هتستحمل العيشة معاه وانها لو شغلت دماغها شوية وركزت لانهم هم مش شبه بعض والفرق المادي يبين قوي ما بينهم حتى الجامعة اللي هي بتدرس فيها كان هو رايحها زيارة فازاي اتعرفوا على بعض وحبوا بعض امتى بالسرعة دي وحذروها وقالوا لها انه كده اكيد بيستغل لها بس هدى الجهل لكل النصايح دي ولانها ما كانتش متعودة ان يترفض لها طلب قررت بكل غرور وعين انها هتتجوزه حتى لو ما كانش معاي عيشة في المستوى اللي هي متعودة عليه ورغم ان سامير حاول يتحايل عليها انهم يأجيلوا جوازهم لحد ما ياخدوا مفقة اهلها بس هي عندت اكتر وهددته ان هو لو ما تجوزهاش وراحت تعيش معاه يبقى مش هيكمله مع بعض واهلها ما كانوش يتوقعوا ان هدى بنتهم المتدلعة ممكن تنفس تهددها وتستحمل تعيش مع حد في ظروف اقل منها وانها تتجوز حتى من غير فرح بس هي فعلا نفزت تهددها واتجوزوا واهلها كمان عندوها وما حضروش الفرح ولا حتى زروها ونسيوها وكأنهم ما عندهمش بنت ومرت عليهم اول سنة جواز بصعوبة جديدة جدا خصوصا ان حصل حملة على طول وهدى سقتت بعدها بسبب ظروفها الصحية الصعبة وان ما كانش فيه تغزية كويسة واهتمام بصحتها وكانت فاكرة ان لو الكلام ده وصل لقيتها هيساعدوهم ويحسنوا وضعوهم شوية بس ما كانتش متخيلة ان الكل حتى ماميتها وباباها هيستغنوا عنها ويقولولها انها تتحمل مسئولية اختيارها حتى فضع زي اللي هي كانت فيه ده بس اللي كان مخليها متطمنة بس اللي كان مخليها متطمنة ان سامير كان بيعملها بحب وحنية وكان بيهتم بيها لحد ما يوم ورى الثاني بدأت هدى تتعب في الاول كانت فاكرة ان هو تعب عادي بس القلم ما بقيتش تقدر تتحمله وكررت انها تروح للدكتورة علشان تكشف ووقتها عرفت ان عندها سرطان في المرحلة الثالثة وابتدت رحلة العلاج في مستشفيات حكومي ووقتها بس اهلها بدأوا يحنوا عليها خصوصا لما تأكدوا ان سامير بيبذل اقصى جهده علشان يساعدها وسنة ورى الثانية وما كانتش حالتها تتحسم والدكتورة بس كانوا بيدوها امل لحد ما في مرة لقيت سامير قاعد وبيتوشوش مع حد في التليفون بالليل متأخر خافت تكون مشكلة مادية او حاجة في التحليل بتاعتها يكون هي السبب فقاله فقربت شوية وكررت انها تتصنط عليه وهدى وشها تغير لما سمعته بيقول ايوة يا حبيبتي هانت والله صدقيني كلها يومين ونقايش مع بعض هدى حالتها وحشة جدا يعني يرديه كاسبها وهي في الظروف دي وسيكت شوية وبص حواليه علشان يتأكد ان ما فيش حد بيسمعه وكمل كلامه بس كانت هدى استخبت على طول وقال في التليفون هي يومين وهتموت يبقى نصبر ونحتسب ونعتبره سواب هي كده كده لو عاشت النهاردة مش هتعيش بكرة بعد الكلمة دي هدى مقدرتش تستحمل تكمل المكالمة ورجع التاني لسريرها وهي بتتسحب وشوية لقيت سامير داخل عليها عملت نفسها نايمة لحد تاني يوم وعملت فكر ودماغها تودي وتجيب ومش فاهم هو ايه اللي يكبره انه يستحمل يقعد معاها ومايتجوزش تاني ولو حتى في السر ولو حتى في السر خصوصا انه هيبقى معها هي دلوقتي بتلبس بواريك وملامحها كبرت وجمالها راح بسبب العلاج الكمال فلو تجوز محدش هيلومه معقول يكون اللي منعه انه يتجوز الفلوس اللي ابو هدى بيبعتها له كل شهر سامير بعد ازمتها مع السرطان قرب من العيلة وباباها بقى بيسك فيه وخلاه يدير شركة من شركاته ويبقى مسؤول عنها بس هو عمره ما كان باين عليه الطمع بالعكس وهم فقرة كان بيجيب لها اللي يقدر عليه عشان يقدر يساعدها وده اللي خلاها تتعلق بيه اكتر وما تسلمش الرايا البيضة وترجع لأهلها بس كل الافكار دي وقفت لما سألها انت عاملة النهاردة طم نيتو وقالت له انها حاسة انها احسن وهتخرج شوية مع بنت خالتها لقيتو اتبسط وقال لها يبقى نحتفل بقى وقال لها هعملك فطار على زوقي وسبها ومشي تصرفاته كانت غريبة ومش مفهومة بالنسبة لها لانه ولا مرة حاول يحبطها ودايما بيقول لها انت هتكوني كويسة فازاي يقول له واحدة تانية موضوع انها هتموت كده ويتكلم عن الموضوع عادي ممكن ان يكونتش مثلا وعايز يعلق بنت على حسها زي ما رجالة كتير بيعمل ورغم انها كانت موجوعة ما قدرتش يتواجهه خصوصا ان هو الوحيد اللي هويه في جنبها خصوصا ان هو الوحيد اللي هويه في جنبها اكتر خصوصا ان هو الوحيد اللي هويه في جنبها اكتر حتى من اهلها وفي بداية مرضها وفي بداية مرضها ووقت اجهدها كان هو اللي موجود على طول كان هو اللي موجود مش هما فكررت انها تنسى اللي سمعته ولما ندع عليها علشان تأكل تلقت وقعدت معاه وكأنها لم تسمعت اي حاجة من اللي حصل وتسابيته يروح شغله وهي قعدت تتفرج على التلفزيون شوية وما حسيتش بنفسها الا بالليل لما سامير ندع عليها فقت على صوته بصعوبة وسألته ايه اللي حصل قالها انت فوتت معادك مع بنت خالتك وانه حاول اتصل بها اكتر من مرة وهي امرضتش واثر انه هو ياخدها ويروحه للدكتور علشان يتطمنهم واتصل بمامتها علشان تروح معاهم وبعد ما وصلوا الايادة الدكتور طمنهم وقال لهم ان ده طبيعي في حالتها وانها طبيعة تحس بها مدام في فترة العلاج الكيماوي وما فيش اي حاجة تستدعي القلق بس هودا خدت بالها من نظرات سامير حسيت ان هو مش مبسوط انها كويسة وما حصل لاش حاجة واول معينه جات عليها اتحول تماما وكأنه فرحان ولما لقيته غير تعبير وشه بالسرعة دي حسيت كده ان في حاجة غلط ولما هودا رواحت وعادت في البيت بدأت تفكر في كلام اهلها وانه ازاي قرب منها علشان طمعهم فيها اصلا وحصلت لها حاجة النهاردة اهلها مش هينسوا المعروف وانه جوز بنتهم في يوم من الايام كان واقف مع بنتهم وهي تعبانة وخدت بالها هودا انها لما بتتعب وبيغم عليها بيكون دايما بعد اكله او شرب سامير مقدمه لها وطبعا علشان هي بتاخد كماوي فالاكل كله طعمه متغير وقررت انها تحط كاميرا صغيرة في المطبخ علشان تشوف سامير وهو بيحضر الاكل والحد ما نفزت اللي في دماغها كانت حريصة انها ما تاكلش ولا تشرب حاجة من ايد سامير وعدت فترة بعد تركيب الكاميرات عملت نفسها تعبانة وطلبت منه انه يعمل لها اكل وقالت له يسيبه لما تقومها تبقى تاكله واول ما مشي شافت اللي الكاميرا سجلته وزي ما توقعت بالزبط لقيته بيطلع ازازة من جيبه ويحط لها منها على الاكل ومن كتر الصدمة هودا حسرت بتاعب شديد جدا خصوصا انها ما توقعتش ان يكون سامير بيخدعها واكتشفت ان سامير ما كانش همه الفلوسه بس ده كان هدفه من الاول انه يبقى لي علاقة كويسة مع عيلتها وانه عمل كل ده علشان يبان قدامهم انه هو الفارس الشهم اللي كان واخد باله من بنتهم وفي نفس اليوم دورت على الازازة وخدتها وودتها الدكتور اللي قال لها ان دي مادة سامة لو اتخدت على فترات كبيرة ممكن تموت الانسان وما بتبانش في التحاليل وراحت هودا لأهلها وعرفتهم كل حاجة وبلغوا عن سامير واتقبض عليه وبعد الضغط عليه اعترف بكل حاجة اعترف انه كان بيحط لها سم على فترات بعيدة علشان حالتها تسوق اكتر بعد ما عارف انه عندها سرطان واهلها بدأوا يحبوه لما شافوا انه هو بيهتم ببنتهم بس ما كانش متخيل في يوم من الايام انه هودا هتعرف الكلام ده كله وهودا حالتها تحسنت بعد ما خلصت من السموم اللي كانت بتخش في جسمها ورجعت احسن من الاول تفتكروا اللي حصل لهودا ده كان متوقع وانها كانت لازم تسمع كلام اهلها ولا محدش كان يتوقع الشر والطمع اللي ممكن يطلع من سامير